كل اللي مرت بيه ده مع انها هي بطلة طبعا بطلة كل اللي مرت بيه ده بس ان واحد يخش البيت ويه ويه دي توجع اكتر مليون مرات المشكلة مش في الواحد يعني انا حاولت اراضي اهلي بتحرجني قدام اهلي وتوجعلي اهلي الفكرة ان الشخص نفسه كان متقبل لكن الاهل هم اللي رفضوا طب معلش حضراتكم مش هتعيشوا معها علشان انت ترفضوا ما تشوفوا صفاتها شوفوا البنتي تتحدد قد ايه شوف البنت دي وصلت لفين من فين لفين تبدل حال في يوم وليلة ده ممكن وارد لأي حد ليه احنا كمجتمع ده ثقافته يعني حتى لو هي عندها سكر يقولك البيبي هيجيله سكر او عتاخد واحدة عندها السكر او عتاخد واحدة مش عارف في حين ان الحاجات دي كلها مش في ايد اي حد لازم تكون نفهم كده ان الحاجات دي مش في ايدك ممكن تكون انت سليم معافة تماما وفجأة يحصل لك حاجة ما لازم نستوعب ان التغير الاحوال او تبدل الاحوال ده حاجة مش بيئت حد هي يعني هي ما اخترتش تبقى كده بس هي اخترت تبقى قوية اخترت ان هي تقف على رجليها تابع او اول كلمة بيتقال ان هي اخترت ان هي تقف على رجليها وكل حاجة بس اول كلمة بتتقال انه ليه يا بنتي وانت نقصك ايه عشان تاخدي واحد كده اه هو بص ايه هقولك على حاجة هينفع هينفعش بس الحتة دي بيبقى فيها حب للشخص بشكل مبالغ فيه لو بيحبوني يحبوني انا بحبوني بس هو ايه شايف ان انت تستحيل احسن من وجهة نظرهم في حين ان انت لو تعاشرتي الشخص ده وتعاملتي معاه وشفتي الصفات الحلوة الليه جواه ممكن يكون احسن كتير من شخصيات كاملة متكملة انا شفت نوادق زي جدا كتير انا مشوف فعلا قلي ما بيبقاش عجبهم شكل العروسة قوي فلك ده هيخونها انه مش حلوة بتاك لا والله انا شفت العكس والله يقولك احسن من 100 مليون واحدة حلوة شفت العكس والله شفت واحد اتجوز واحدة كانت يعني من زول همم يعني وحياتهم ما شاء الله نكحة جدا ولادهم نكحين جدا في حين انه كان فيه اعتراض من اهله لكن هي هو اصر على انه هو يتجوزها وارتبط بيها بعد كده والدته بقت تشوف دي احسن واحدة من زوجاته اولادها اللهم وبالك يعني ناخد الفكرة من المضمون يا جماعة مش من الشكل الشكل ده متغير واحنا ليه عندنا كمان عيب انه ما بنحسش بدا غير لما حد في عائلتنا او حد من عيالنا يبقى كده ليه دكتور ما هي كده الامر يخصني يبقى هنا انا محتاج التعاطف ومحتاج الناس تقبلني الامر ما يخصنيش انا بشوف ده من بعيد ما دخلتش في الموقف نعمل ايه عشان نحس بالناس دي نقلل شوية حتة المشاعر البردة نتعاطف مع الناس نحس بوجه حم يعني احنا محتاجين نحس بوجه عن الناس محتاجين نفكر هما بيفكروا ازاي يعني ايه مشاعرهم ليه باخد الموضوع من مشاعري انا ببص على الامور من زويتي انا ان ده مش اعجبني فادي وحش احنا كمان لازم نكون مؤهلين خلي بالك يعني نحنا نشتغل على نفسنا نحنا نتقبل الاخرين مش هما اللي يحاولوا يتقبلوا حتى حياتهم لانه فيه ناس فعلا بتبقى محتاجة ان هي التأوي اللي قدام احنا لازم يكون ده دورنا معاهم احنا لازم يكون دورنا معاهم